اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة الى الله انك تتبارك من خلال فقرات هذا البرنامج وهذه الحلقة تكون بركة لحياتك اعزائي اليوم رح اتكلم عن موضوع خاص موضوع كتير كتير مهم وجده اللي بهمك وبهمني وبهم كل مشاهد رح اتكلم عن الفطور الروحي وكلمة الفطور او الشخص الفاتر يعني هي مذكورة في سفر الرؤية الاصحاح التالت ليتك كنت حارا او باردا لكنك فاتر انا مزمع ان اتقيك طبعا الماء الفاتر يعني عادة الناس بتحب يا تشرب سخن يا بارد ما لا تحبذ ولا ترغب الشيء الفاتر فمهم جدا انه ننتبه لهذه الحلقة ولسيما المسيحيين اللي بهمهم هذا الموضوع انه كتير من المؤمنين المسيحيين في حالة فتور في حالة طبعا تراجع الى الوراء فقدوا طبعا الشهية الروحية وفقدوا طبعا القوة الروحية وفقدوا ايضا الالتزام الروحي اللي بعبر عن طبعا الشخص اذا كان مؤمن مليان بروح الله وممكن يكون شخص مطفي روحيا انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركي لحياتك